القتل هو فعل وسلوك يخالف القيم الأخلاقية والدينية ويخالف القانون لكن هل ممكن يكون لبعض الأشخاص مجرد وسيلة للتخفيف من الأحساس بالذنب تجاه شخص ما؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه أنا كريم علام الموظف بقسم الأدلة الجنائية التابع للمباحث الجنائية هي شخصية مشهورة بفضولها وبشغافها لحل الألغاز البعض بيشوف أن فضولي ده ملهوش هدف غير أنه يرضيني أنا وبس لكن أنا شايف أنه دافع قوي لحل الألغاز وقضايا معقدة ولولا فضولي ده ما كانش المقدم مسعد عارف يحل القضية اللي كانت سبب أنه يترقى ويبقى العقيد مسعد في سهرة من سهرات يوم الخميس واللي اتحولت لعادة ما بيننا اتجمعت أنا وابراهيم ومسعد ودكتور سمير على الأهوة أهوة كده جنب البيت عندي واللي بعد جدال عنيف جدا ما بيننا توصلنا أن الأهوة اللي جنب البيت عندي دي هي اللي هنقضي عليها سهرتنا سوا بالنظر لشغلانة كل واحد فينا تقدر تستنتج معظم كلامنا بيدور عن إيه وطبعا بمعرفتك بيا فأنا بقضي أسعد لحظاتي في السهرات دي وأنا بسمع لحوادتهم عن بقى شغلهم والقضايا الغريبة اللي بتقابلهم وببدأ متعية الخاصة في السهرات بتاعت يوم الخميس لما المقدم مسعد بدأ يتكلم عن آخر قضية شغال عليها واللي كانت على رأيه أغرب قضية عدت عليه من ساعة ما نقل للمديرية والقضية دي كان لها مشاكل كتير مشاكل فتحت قدامنا أبواب ياريتها ما تفتحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد خاري وده برنامج الراوي والنهاردة حلقة مستوحام من قضايا حيائية ومن قصص حيائية طبعا وهي الأدلة الجنائية من قسم الأدلة الجنائية رولا أمين بتعود بعد فترة طويلة جدا من عدم الكتابة وبتعود بقصة من قسم الأدلة الجنائية والقصة المراضي طويلة وفيها كلام كتير جدا يتقال نركز علشان القصة المراضي دسمة وكبيرة ويبنشكره الأمين جدا طبعا يلا بينا نكمل يلا بينا المقادم مسعد قال لي أول ما بدأ يتكلم في أعضايا بتبان من أول ما تحط رجلك في مصرح الجريمة أنها عتسهرك ليالي طويلة من كدرة عائدها وصعوبتها وللأسف أنا ما كنتش ناقص قضية زيدي دلوقتي خالص هنا بقى فدولي بدأ يتحرك ويحسني أن أنا أعرف أكتر واسأله أكتر عن القضية دي لكنه سبقني إبراهيم اللي سأله وقال له مالها يعني القضية دي بانت تردد على مسعد قبل ما يحكي بسبب طبيعة شغله اللي بتحتم عليه السرية التامة ولكن تردده ده أصار فدولنا أكتر وابقتش أنا الواحد اللي عايز أعرف فقلت له يا عم وقول محدش فينا هيروح يقول حاجة ما تلقش تا مالك خايف كده ليه وأخيرا استسلم في الآخر وحكى لنا القضية دي زي أي قضية عادية جالنا بلاغ من واحدة بتقول إنها رجعت من برة لقيت جزها مقتول في قودة مكتبه اتجهت بتنها عساكر معايا بعد ما فريق الطب الشرعي وصل ومسح مسرح الجريمة وده كان الحاجة الغريبة في القضية مسرح الجريمة لما وصلت مسرح الجريمة ما كانش فيه دم ولا أي أصار لمقاومة ظاهرة في القوضة لا فيه بصمات ولا فيه أي حاجة نقدر نستدل بيها على القاتل ما كانش فيه حاجة غريبة غير شباك القوضة اللي كان مفتوح على مسرعيه واستنتجنا وقتين دي الطريقة اللي دخل بيها القاتل وخصوصا أنهما في الدور الأرضي فالموضوع سهل أما بالنسبة للضحايا فكان قاعد على كرسي المكتب في إيده كاميرا التصوير الفوتوغرافي عرفنا بعديه أنه بتاعته بحكم أنه هو مصور فوتوغرافي مش ظاهر عليه ولا على جسمه سبب الوفاة لكن قرانيته مفقودة إن إبراهيم قطع وقال إيه؟ قرانيته؟ قرانيته؟ عينيه؟ رد عليه مسعد والله زي ما بقولكم كده والأغرب من كده كمان أنهم كانوا منزوعين بعنف من مكانهم لكن الدم اللي أكيد طلع تم تنظيفه بعناها جديدة جدا واللي كان محير أكتر أنه بالرغم من بشعة اللي عملوا في عينيه إلا أنه قتلوا بجرعة زيادة من منوم والراجل مات بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية الموضوع يباني أنه هو وحشي لكن طريقة القتل كانت بعيدة تماما عن الوحشية ويمكن ده هو لغز القضية خلص مصعد كلامه وبصلنا باهتمام كده منتظر مننا أي رد فعل فاتنحنح دكتور سامير وسأله على كده بالشكل ده ما اعتقدش أن دي كانت عملية سرقة وهو كان صاحي وقت دخول الحرامي فطر يقتله مثلاً ولا إيه؟ هزمه سعد راسه موافقة على كلام دكتور سامير وكمل طيب كان له أي أعداء؟ أي حد كان بيكرهه أو عايز يتخلص منه؟ ولا دكتور سامير إحنا لسه بنحقق بس الحد دلوقتي على كلام مراته وأهله كل ما عارفه أنه كان شخص طيب جداً ومحبوب ومش بيأزي حد في حاله يعني ساد الصمت السواني قبل ما إبراهيم يقاطع ما هو طريق القاتل دي ما توحيش أنه تقاتل صدفة يعني لا دي كانت خطة وحد عايز يأزيه وتفننه هو بيقتله اندفع مسعد بعد ما خلص إبراهيم كلامه وقال ما هي دي الفكرة كل حاجة في القضية دي ماشي على حسب خطة معينة محدش عارفها غير اللي قتله كل قاتل ممكن تفهمه أو تفهم الدافع بتاعه للقاتل من مصرح الجريمة وطريقة القاتل طبعاً لكن ده غريب ما حدش فاهم إيه اللي كان القاتل بيفكر فيه يعني لو الدافع الانتقام كان هيقتله بطريقة أبشع من كده وكان ممكن ينتزع القرانية وهو عايش أصلاً لكن ده قتله بحيث أن الضحايا دي ما تحسش بحاجة واستعصى للقرانية وهو ميت إنهمكوا كلهم في محاولات لإيجاد تفسير لكن أنا على الجانب الآخر كنت في دانية تانية خالص سرحت منهم بعد ما خلص مصعد كلامه عن القضية وأنا فيها سؤال واحد بس بيدور في بالي أنا ليه حاسس أن أنا عارف القضية دي؟ ليه حاسس أني سمعت عن الجريمة دي قبل كده؟ حاسس أن أنا عارف دافع القاتل فاهم وعارف تفكيره كان ماشي إزاي؟ قطع صرحان إبراهيم وهو بيخبطني كده على رجلي وبيسألني إيه يا عم كريم محدش سامع لك صوت ليه يعني؟ انتبهوا كلهم ليه وكمل الدكتور سمير كلام على كلام إبراهيم ورده وقال لي صحيح غريبة يعني انت قاعد ساكت كده في الموضوع ده بالذات في حاجة أولا إيه؟ أصل بصراحة كده في حاجة غريبة بفكر فيها إيه هي؟ أنا حاسس أني عارف القضية دي عارفها إزاي يعني يا كريم؟ مش عارف إزاي بس حاسس أن أنا سمعت عنها قبل كده أو قريت عنها قبل كده طب مصعد أنت حكيت لي عنها قبل النهار ده؟ هز مصعد راسه بالرفض فسألني إبراهيم طب عارفها إزاي؟ مألوفة ليك إزاي؟ ما عرفش إبراهيم والله أنا شرح مصعد عن الجسة ومصرح الجريمة مش غريبة عني مش مستغربه كمان مش مستغرب طريقة القاتل كأنني فاهم دماغه أرد مصعد بسرعة وقال لي طب تفتكر إيه ممكن يكون الدافع بتاعه؟ سكت شوية وأنا بحاول أكون جملة مفيدة قبل ما قبل ما أقوله القاتل كأنه قتلوا علشان ياخد عينيه بس سكت كلهم وهما بيفكروا في كلامي لحد ما قطع مصعد الصمت وقاله هو بيطلع علبة السجار بتاعته وبياخد واحدة يعني تقصد إنه ما كانش يعرفه قبل كده وقتلوا بس علشان ياخد عينيه عموما مش هتبقى الحاجة الوحيدة الغريبة في الجريمة دي طيب برضو يا جماعة أنا ليه حاسس إن يعرف القضية دي ادخل دكتور سامير وقتها وقاله هو بيعدل نظرته ممكن يا كريم ما تكون تعرضت لظاهرة الديجافو مثلا يعني هزل بقى رأسهم وفقة على كلامه فقلت له ممكن مش هكدبك ما كانش عندي تفسير تاني الحقيقة فقابلت بفرضية الديجافو زي ما قال دكتور سامير وغيرت الموضوع عدت بقى الصهرة لكن فضل الإحساس الغريب ده جوايا مش هعرف أنساه روحت يومها البيت تعبان جدا اتجهت على طول على قوضة نومي اترميت على السرير ورميت الموبايل على الكومودينو اللي جنب السرير واللي كان سبب أن كل اللي على الكومودينو ده يقع على الأرض معرفش أنا نميته بغباوة بقى ولا بغشو مياه معرفش أنا حطيت الموبايل اللي قدت كل حاجة وقعت على الأرض مش وقت وخالص قمت وأنا بتناهج بديق كده علشان ألم اللي وقع فتحت النور ووطيت أجيب الموبايل إزاست المايل اللي بسيبها جنبي والكتاب اللي كنت بقى رفيق قبل ما نام أنا معرفش كل ده وقع إزاي أصلا وطيت حطيت كل حاجة مكانها قفلت النور وترامد تاني على السرير ولكن في حاجة افتكرتها خلتني أقوم بسرعة وأفتح النور رحت ناحية الكومودينو ومسكت الكتاب أيوة أنا عرفت أنا سمعت عن القضية دي فين قمت تاني يوم لبست واتجهت للمدرية بعد ما اتأكدت أنه مسعد في مكتبه وده كان بسبب القضية اللي شغال عليها فاضطر أنه ينزل مكتبه يوم الجمعة يتابع التحقيقات وصلت المكتبه وقلت العسكري اللي قاعده قدام الباب أن ليه معاد مع المقدم مسعد فدخلت له دخلت وسلمت عليه واللي كان متفاجئ من زيارتي وإسراري أن أنا قابله شاور اللي أعود على الكنبة الفوتيل في المكتب وهو بيطلب من البوفين هو يبعث لنا كوبايتين قهوة ها كنت عايزني فيه بقى عم كريم وما لك شكلك ما نمتش طول الليل والله إيدي حقيقة فعلا أنا أفضلت طول الليل صاحي بقرة في الكتاب ده حطت الكتاب اللي في إيدي على الترابيزة قدامه وأنا ببصله بحماس ومسك مسعد الكتاب وهو بيقول باستنكار الجامع ماله الكتاب ده بص أنا كنت عايز أسألك عن القضية اللي أنت كنت بتتكلم عنها مبارح مش هعرف أتكلم عن تفاصيل القضية وهي لسه بيتحقق فيها ما أنت فاهم طيب بص أنا هسألك كام سؤال وإنت تقول لي آه أو لا ماشي قديني ما خليتكش تتكلمه وهتستفيد إيه يا كريم هتستفيد إيه فهمني معلش معلش استحملني للآخر وافق مسعد على مضد فبدأت أن أنا أسأله جسة الضحية اللي لقيتوها على كرسي مكتبه والكرسي نفسه كان في نص القوضة بص لي مسعد بشك وهو بيهز دماغه بالموافقة فتحمست وكملت الجسة بالكرسي كانوا متوجهين ناحية برواس كبير في صورة من تصوير الضحية كان نحمسعد وكان على وشك يقول حاجة لكن أنا قطعته بسرعة بسؤال تاني كاميرا التصوير اللي كانت في إيده كانت الحاجة الوحيدة اللي عليها دم الضحية ولايته عليها سوائل تانية من جسمه غير الدم زي مثلا عرق أو دموع وقف مسعد بسرعة وهو مبرق لي اتعرفت منين قطع زعيقه خفط على الباب فقال ادخل دخل عم عبدو وعمل البوفيب كوبايتين القهوة وحطهم قدامنا على الترابيزة وراح مسعد أهله تسلم عم عبدو يا ريت تقول له أشرف ما يدخلش حد دلوقتي الراجل قال حاضر وخرج استناه مسعد على بال ما خرج وقعد تاني وبصلي بشك وهو بيقول لي انت عرفت الحاجات دي منين مسكت الكتاب وانا بقول له من ده من الكتاب بصلي بشك تاني فكملت انا عارف ان اللي هقوله ده غريب بس اسمعني لحد الآخر هزمه سعد دماغه بالراحة فبدأت أحكي خلصت كلامي وشربت آخر بق من كوباية القهوة بتاعتي وانا ببصله ومستاني رده على كلامي تعبير وشه كانت كفيلة تقول ان هو مصدوم من اللي سمعه يعني افهم من اللي بتقوله ده ان في حد قلت جريمة القتل اللي في الكتاب ده ونفزها زي ما هي ما مكتوبة كده بالحرف بالزبط كده وفهمت النمط بتاعه وطريقة اختياره للضحايا بتوعه هو مش بيقيت لغير مرة في الشهر وبترتيب معين وبيختار الضحايا من أماكن مختلفة ومحافظات مختلفة بمعنى بمعنى انك محتاج تدور لو في جرائم حصلت الكام شهر اللي فاته دول تشبه القضية اللي معاك علشان على حسب الكتاب فالقضية اللي معاك دي قبل الأخيرة فنلحق ان نمسكه قبل ما يرتكب الجريمة الأخيرة ليه كان باين ان كلامي صعب على مسعد استعابه وجزء منه كان رافضه والكلام اللي انا بقوله ده ما كانش متصدق قوي قعد على كرسي مكتبه وقال لي كريم الموضوع كله شكله معقد قوي ما اعتقدش ان في حد دماغه تجيب انه يقلد كتاب بالشكل ده وليه أساسا رحت عادت قدامه على المكتب وانا بقوله مش عارف يمكن مكسل يفكر في طريقة يقتل بيها ولقى الكتاب ده قدامه انت بتهزر يا كريم مش قصدي والله بس فعلا مش عارف ليه يعني القاتل اللي في الكتاب ده كان ليه سبب بس ما اعتقدش انه هيبقى زيه طيب ما تشوف لنا القاتل ده طلع مين في الكتاب ممكن يسهل علينا الليلة دي كلها لو هنمشي على خطى الكتاب بالضبط يعني فالقاتل في الحالة دي هيبقى انت نعم القاتل في الرواية هو الظابط اللي بيحقق في الجرائم ايه الرواية الهبطانة دي ده كلام فارغ الرواية حلوة انت بس اللي متدايق انك طلعت الشرير في رواية احدهم ده حقنا احنا الاتنين قبل ما يتناهد مصعد ويرجع لجدية وتاني طيب يا كريم احكيلي الكتاب ده بقى بيقول ايه بص يا سيدي الكتاب بيبتدي حيلك حيلك انا مش عايز اعرف الكتاب بيتكلم عن ايه انا عايزك تقولي عن الجرائم اللي في الكتاب وبس اه طيب حيس كده بقى وراء وقلم وكتب ورايا القاتل بيستهدف ناس معينة وهم الموهبين بمعنى انه قتل رسام واخد ايده اللي بيرسم بيها وبعدها قتل كاتب واخد الايد اللي بيكتب بيها قتل مصارع واخد جزعه قتل عداء شخص بيجري واخد رجليه وشاورت عليه وكملت وقتل مصور فوتوغرافي اخد عينيه واخيرا اتى العالم واخد دماغه مخه يعني بان اللي شمئزاز على مسعد هو بيقول من الله حول علاقاته الا بالله طب هو ليه يعمل كده يعني والله بصوة كان شخص بلا موهبة ومن حقده على الناس الموهوبة كان بيعمل كده يا ساتر يا رب وزنبهم ايه الناس دول طيب كنت على وشك ان انا احكي له اكتر عن الكتاب وعن وجهة نظر القاتل لكنه رفع عيده تاني وهو بيقول لي لا لا خلاص مش عايز اعرف المهم دلوقتي هدور بمعرف تاني على جرائم قتل حصلت في الشهور اللي فاتت دي او مفقود من الجسس اجزاء عشان برضو نعرف اذا كان فعلا بياخد من الجسس اجزاء زي ما انت قلت في الجرائم اللي فاتت وقاله لا بس برضو ده مش معناه اني مقتنع بالنظرية بتاعتك لكن انا همشي معاك للاخر يمكن نلاقي حاجة هزيت راسي بتفاهم قبل ما قوم وسلم عليه بعد ما اتفاقنا انه لو في حاجة تاني او لا حاجة هيقول لي وفعلا على حسب اتفاقنا لقيت مسعد بيكلمني بعد يومين وبيسألني وهو متعصب جدا اسم الكاتب اللي كتب قوم الكتاب ده ايه الكاتبة اسمها وسام عبدالقادر تمام طب انت لقيت حاجة ملحقت ايش اسأله واقول اي حاجة لانه كان قفل السكة ففهمت ان هو اكيد لقى حاجة من اللي قلت عليها دي وجربت ان انا اكلمه تاني بعدها لكنه قفل علي وبدأ يكنسل فما كانش قدامي حل غير ان انا استنى مكالمة تانية منه يفاهمني ايه اللي بيحصل عد يقوم على مكالمة مسعد لكنه عد علي كأنه اسبوع لحد ما اخيرا جات لي المكالمة اللي كنت مستنيها كنت قدقى في المكتب لما لقيت موبايلي برين ونظرة واحدة على اسمه مسعد خلتني روح تماسك التليفون طلع تجاري من المكتب رديت عليه تعال قال لي المكتب بسرعة قفلت معاه وجريت على مكتبه دخلت وقعدت قدامه على المكتب اخدت بالي من طفاية السجار اللي قدامه كانت مليانة عقاب سجار وقدامه كان نسخة من الكتاب كنت لسه على وشك ان انا اسأله لا ايه قبل ما يقطعني بسرعة بص مفيش وقت دلوقتي الكاتبة دي على وصول عايزك تحضر المقابلة دي وتبقى زي جهاز كشف الكذب بتاعي انت اكتر واحد عنده فكرة عن الجرائم اللي في الكتاب دي بتفاصيلها فانا عاوزك تقعد هنا تقيم معايا الكاتبة دي بتقول الحقيقة ولا لا بحكم انها مشتبه بيها طيب انا شايف انك معاك نسخة من الكتاب محتاجني ليه برضو لا ده انا لسه جاب النهاردة علشان من الواضح كده باللي بيحصل الكتاب ده هيستخدم كمرجع في القضية دي وبعدين خليني استفاد شوية بدماغك دي في القضية وقبل ما نقول حاجة تانية اسمعنا خبطة على الباب وامين الشرطة بعدها بيدخل وبيبلغ مسعد بوصول الاستاذة وسام الكاتبة طلب مسعد منه انه يدخلها بسرعة سواني وظهرت قدامنا واحدة في منتصف الاربعينات من عمرها كان على وشها ابتسامة هادية كده مبزوجة بقلق من الموقف شد انتباهي شعرها اللي كان متوسط الطول ومسبوغ بلون احمر كده هادي بيزدها جمال فوق جمالها بصراحة كان جمالها واضح والشعرها ده زود وضوح كان شكلها لايق بانها تكون كاتبة قام مسعد من على مكتب وهو بيرحب بيها وبيشاور لها انها تقعد على الكرسي قدام المكتب والكرسي ده كان قدامي وقال لها معاكي المقدم مسعد الجمال وزميلي هنا لساس كريم علام من قسم الأدلة الجنائية بان عليها التوتر أكتر بعد ما سمعت كلمة الجنائية فاكمل مسعد من غير توتر ولا قلق احنا يكون عايزين ندردش شوية مع حضرتك وخلاص بخصوص ايه يا فندم مسك مسعد الكتاب اللي كان قدامه وحطه قدامها على المكتب وهو بيسألها الكتاب ده بتاع حضرتك مظبوط كده مظبوط كنا عايزين يسأل حضرتك عن الجرائم اللي في الكتاب انا مش فاهم حاجة يا فندم من الاخر كده يا سازة وسام في حد نفذ الجرائم المذكورة في كتاب حضرتك الجامع بالحرف حطت وسام ايديها على بقها وهي بتحاول تكتم شاه قفالة تتمنها غصب عنها كانت الصدمة اللي على وشها تقول انها ملهاش علاقة بالجرائم دي ابدا او يعني ده كان احساسي لكن ده ما منعش مسعد انه يكمل مبدايا ده يخليكي مشتبه بيه في القضية للأسف لكن مش هتوجه لك اتهام رسمي لو ساعدتينا في الوصول لمنفذ الجرائم دي يا فندم انا مليش دعوة ثم ده الكتاب بايع ما يقرب من 3000 نسخة لحد دلوقتي يعني ممكن يكون حد مريض كفاية قراءه ونفذ اللي فيه حسيت لوهلة ان مسعدت خض من الفردية اللي طرحتها لكنه دار دا وارا سباته الانفعالي ورد واحنا بقى جايبين حضرتك علشان تثبتلنا ده وكمان اكيد حضرتك حاسها ببعض المسئولية الادبية عن الجرائم دي بما اني كانت اللي كتبتي تفاصيلها بمنتهى الدقة وسام بن عليها بعض الحزن فعلا وكانها بتوجه اللوم لنفسها وردت حاضر انا جاهز لأي حاجة محتاجينها مني تمام جدا اولا انا عاوز من حضرتك تقوليلي نبزة عن شخصية القاتل من وجهة نظر الكتاب وايه الدافع بتاعه لارتكاب كل الجرائم دي اتنهدت وسام بعمق وقالت هو شخصية مركبة بمعنى انه ظاهره غير بطنه عنده مشاكل نفسية كتير بسبب انه كان طفل بلا اي موهبة وما كانش ناجح او زاكي حتى وده كان سبب للتنمر عليه وهو صغير من اصدقائه وسبب للقصوة عليه من اهله وده خلاه يجبر ويبقى عنده عقدة تجبر معاه الحد ما بقى حاقد على اي حد موهوب وقرر بخياله المريض انه يجمع جسم انسان موهوب جدا واعضاءه تكون متاخدة من ناس موهوبين يقتلهم ويسلبهم العضو اللي من وجهة نظره مسؤول عن الموهبة دي بمعنى انه اخد عقل عالم وعين مصور وجزع مصارع وكف ايد لرسام وكف تاني الكاتب ورجلين عداء ومن هنا جات تسمية الكتاب الجامع تمام تمام جدا طيب يا تارى حضراتك بقى ممكن تكوني استوحيتي الشخصية دي من حد تعرفيه مثلا لا طبعا مفيش اي حد عرفه كده الشخصية وكل حاجة في الرواية من خيالي انا بالكامل كنت بتابع الحوار ما بينهم بصمت وانا بنقل نظراتي ما بين مسعد والكاتبة وكان مسعد خلال كلامها بيبصلي بنظرة جانبية كده كأنه بيتأكد انها بتقول نفس التفاصيل بتاعت الكتاب ولا لأ وانا بجاوبه بهزة بسيطة بدماغي انه تمام كلامها صح لحد ما ادخلت في الحوار وقلت لها ممكن يفيدنا لو قلتنا عن تفاصيل كل جريمة والأدلة لسابها القاتل في مصرح الجريمة كل مرة سكت توسام ثواني قبل ما توجه كلامها ليا وتقول لي لقيته رسائل من القاتل زي اللي كانت في الكتاب في اللحظة دي بسيط انا ومسعد لبعض انا مستني منه يقول ازا كان لقى حاجة زي اللي بتقول عليها في القضايا اللي لقاها وبرضه هو مستني مني اقول له ايه حوار الرسائل ده فكملت كلامي ليها قلت لها فيما معناه يعني علشان اظهر الكلام لمسعد قلت لها قصد حضرتك على اللغز اللي بيسيبه في اهم وافضل اعمال الضحايا فقالت لي بالزبط هي دي وجهت بعدها نظر المسعد اللي اتخض بعدها من نظراتي انا وهي لي وبينا مستني منه اجابات فرده قال ما كانش فيه حاجة زي دي مذكورة في ملفات القضايا وبعدين ايه حوار الرسالة دي او اللغز اللي بتتكلمه عليه فردته سام كان بيسيب جزء من جملة بتكون فزورة في عمل من اعمال الضحايا وخصوصا الافضل منها وبالتحيات وبتجميع اجزاء الفزورة بنكتشف ان حلها حاجة بتشير اليه فيما معناه يعني ان هو كان حل الفزورة طيب وليه يعمل كده ما هو بالفزورة دي البوليس عرف يوصل له ما هو يا فندم جزء منه عايز انه يتعرف كانوا بيتباهب اللي عمله كمان الفزورة وحلها كانوا عن الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها وهي شغله حضرتك عارف ان القاتل اللي في الكتاب هو الظابط اللي كان بيحقق في جرائم القاتل اللي حصلت الفزورة فندم كانت انا بحمي وانا بساعد من غير فوضى وبي امان حلها كان الشرطي او الظابط يعني فدي حاجة كان فخور بيها بمعنها الحاجة اللي كان شاطر فيها وشايف ان هو موهوب فيها فكان بيحط جزء من اللغز ده فاهم اعمال الضحايا الموهوبين كنوع من استفزاز الضحايا كأنه بيقول لهم يعني انتو مش احسن مني في حاجة طيب وده هيفيدنا بايه في الجرائم الحياية دي يا فندم مما انه قلد الجرائم يبقى مش بعيد يكون قلد موضوع الرسائل دي وده ممكن يخلينا نوصله اسرع تمام مش هنطول على حضراتك اكتر من كده هنبلغك لو احتجناك تاني في القضية بس اريد العنوان اللي انت متواجدة فيه ما يتغيرش علشان نقدر نوصل لك في اي وقت استزنت بعديها وخرجت وثابتني انا ومسعد بالفكر في الحوار اللي حصل طب انت برضو محكتليش لقيت ايه بالزبط يا مسعد بص يا سيدي طلع مسعد ملفات كتيرة من درج المكتب وحطوهم قدامه فتح الملف الاول وبدأ يرى اللي فيه واللي حسيت ان هو فتح كتاب مش مش فتح ملفات قضايا حصلت بالفعل او الملف كان لقياد فاهمي من محافظة اسكندرية كان شاب في اوالي التلاتينات بطل من ابطال فنون القتال المختلطة في مصر اللي امام ايه اهله رجعوا من زيارة عائلية لقوه مقتول في قطه وجزعه مفقود والجزء اللي كان فاضل من جسمه كان على كرسي متوجه نحية رف الجواز بتاعته وبجانب الجزء قفزات المصرع الخاصة بيه ملطخة بسوائل تم تحليلها والتعرف عليها بانها دمه وعرقه ودموعه تاني ملف كان للارة فاتحي بنت عندها 22 سنة في اخر سنة في كل ايه تفنون جميلة جامعة حلوان من محافظة الجيزة زملتها في السكن لقيتها مقتولة في قضتها ايديها الشمال واللي كانت بترسم بيها بحكم انها شولة الايدي كانت مفقودة والجزء كانت على الكرسي اللي بتقعد عليه وهي بترسم وقدامها اللوحات بتاعتها وبجانب جزءتها كانت الفرشة الخاصة بيها وكذلك منطخة بدمها وعرقها ودموعها تالت ملف كان لكاتب مشهور نوعا ما اسمه أنور سعيد رجل في اول الخمسينات من السويس ابنه الايه لما كان بيزوره مقتول في قضة مكتبه ومفقود ايده اليمين جزءته كانت على كرسي مكتبه اللي كان محطوط قدام المكتبة الصغيرة اللي فيها الكتب بتاعته اللي هو أقلفها وعلى المكتب بجانب جزءته والقالة الكاتبة الخاصة بيه ملطخة بسوائل الضحية رابع ملفه اللي كان الأخير كان لشاب في منتصف العشرينات اسمه رامي سوفيان عدق في منتخب مصر الألعاب القوة كان بيستعد الأولمبيات 24 زميله في المنتخب لقى مقتول في شقةه بالقاهرة اللي كان قاعد فيها لوحده لأنه هو من الأقاليم الساقين مفقودين والباقي من جسمه كان برضو محطوط على كرسي قدام الميداليات والجوائز بتاعته وبجانب جزءته على الأرض الحزاء الرياضي الخاص بيه اللي برضو زي باقي الضحايا ملطخ بدمه وعرقه ودموعه خلص مصعد دراية آخر ملفه وقفله هو بيقول وأخيراً القضايا اللي أنا مسكها مصور اسمه فاروق حسن في أواخر التلاتينات مراته لقيته مقتول في قودة مكتبه خدت بالي إن القاتل اللي بيقلد اختار ضحاياه بعناية استهدف الناس اللي عايشة لوحدها أو اللي كانت لوحدها وقت هجومه خطت بعناية للجرائم دي أيها كريم أيها صح بالزبط زي ما أنت بتقول بالزبط أنا بقى خليك أنت كده عملت طب بله وأنا محتاس ومش عارف إيه كمية القضايا اللي تفتعت في وشي دي مش القصد والله يا مسعد بس أنا عايزك تفكر معايا هو طالما قالت الكتاب بحزفير وكده فيأكيد برضو هو مقالت حوار اللغز اللي أنا عكت بقولك عليه من شوية ده أيها كريم بس أنا مش هعرف هروح لكل مصرح جريمة وأعود أدور على ورقة مكتوب فيها جزء من لغز ما تعقيلها استنى بس أنت مش لازم تروح تدور في كل جريمة أنت ممكن تبتدي بالقضية اللي معاك لو لقيت حاجة يبقى فعلا سايب في باقي الجرائم باقي أجزاء اللغز ما لقيتش يبقى خلاص لا زاكي عاد أيها كده خليك مفتح معايا في فيلم الأكشن اللي أنا وقعت فيه ده بحكنا شوية قبل ما نتفق على خطوتنا اللي جاية سلمت بعدها على مسعد وأنا في انتظار أي جديد يبلغني بي واللي بصراحة ما تأخرش على آخر اليوم لقيت مصعد بيكلمني في التليفون وبيقول لي عندك حقق كريم لقيت ورقة صغيرة فيها كلام في ظهر الصورة اللي كانت جثة فاروق المصور قاعدة قدامها أحاول كده أوصل اللي بيحققه في القضية التانية وأروح بنفسي أشوف حوار الرسائل ده ردت عليه بسرعة وأنا بأكد عليه تمام بس افتكر مش مجرد الحاجة اللي الجثة قاعدة قدامها الحاجة اللي بتمثل أفضل أعماله أو جايزة عن أفضل إنجازاته اسأل أهل الضحايا عن أكتر عمل مميز أو أكتر جايزة بيفتخروا بيها كده يعني فاهمني تمام تمام فاهمتك قفلت معاه وأنا بدأت أحس ببصيص من الأمل في أن ممكن نلاقي القاتل قبل ما ينفذ آخر جرائمه احتمانة ده يحصل بعد أسبوع لقيت موسعد بيكلمني مكتبي حالا ومن غير أي كلمة تانية قفل في وشي سكة ضحكت وأنا بفكر في إن مدى أهمية الجديد عند موسعد بقى متعلق بطول المكالمة كلما المكالمة ما بتقصر باعرف إن فيه مصيبة مستنياني في مكتبه سيبت شغلي وقمت بسرعة واتجهت المكتبه دخلت علشان ألاقي موسعد واقف قدام المكتب مشمر كم أميصه وباين عليه الإرهاق الشديد سلمت عليه وقفت جنبه قدام المكتب والمكتب كان في حالة فوضى عارمة صور وملفات قضايا كانت متبعترة قدامه وعلى الطرف كان فيه مفكرة صغيرة مكتوب فيها كل ما توصلنا لي وطبعا الكتاب محطوط واسط كل الزحمة دي قطلوا فيه إيه؟ شكلك وشكل مكتبك يوحي إنك وصلت الحاجة إيه بقى؟ بصيلي موسعد وتحت عينيه أسود بطريقة غريبة ورده وقال لي لقيت اللغزة آه لأ كده بقى أطلب لنا كوبايتين شاي وحكيلي لقيت إيه بالزبط قعد وطلب الكوبايتين وبدأ يحكي عملت زي ما اتفقنا ورجعت المسرح الجريمة بتاع القضية بتاعت المصور سألت مراته عن الصورة اللي كانت جسيته قاعدة قدامها بتمثله إيه؟ قالتلي إن الصورة دي كانت أول صورة من تصويره ياخد عليها جايزة وإن هو كان بيعتز بيها قوي وطبعا بعد ما استأذناها نزلنا الصورة وطلعناها من البرواز علشان نلاقي الورقة دي في ظهر الصورة بينها وبين البرواز طلع من الزحمة اللي قدامه على المكتب دي الورقة وكان ورقة كده متوسطة الحجم مكتوب فيها كلمة أنا حطاء قدامي وبصلي وبحماس روح ترد علي وتروزها الفل روحت بقى لباقي مسارح الجريمة ودورت ولا إيه؟ الموضوع ما كانش سهل زي ما انت متخيل يا كريم كان لازم أروح لكل ظابط مسؤول عن التحقيق في كل قضية وأطلب منهم أن أنا أدخل مسرح الجريمة وفهمتهم أن ده له علاقة بالقضية اللي أنا مسكها خلص كلامه وبدأ يطلع أكياس أدلة صغيرة فيهم ورق زي الكيس الأولاني اللي هو طلعهولي بالزبط وبدأ يكمل كلامه سفرت اسكندريا لقيات فاهمي المصارع وأخيرا رامي صفيان العداء لقيت ملزوق في ظهر الميدالي اللي هو كسبها في أول سباق رسمي ياخد فيه مركز أول ورقة مكتوب فيها موهوبة خلص كلامه وأنا مديت إيدي مساكت الأكياس وأنا بشوف الورق والمكتوب عليه وسألته وده معناه إيه بقى؟ معناه كريم إن أنا معانا فزورة نقص منها جزء فبالتالي محتاجين نحلها قبل ما تكمل وطبعا فهم قصدي إيه بتكمل أيوة يا فهمك خدت وراء ألم من مسعد وكتبت الكلمات اللي إحنا لقيناها من موهوبة أعضاء بشرية أنا بسيط أنا مسعد للكلمات اللي قدامنا وبعدين سأل مسعد كده بعدم فهم أيوة يعني عايز إيه برضو مش عارف بجد يا مسعد مش عارف عم الصمت وإحنا بصين للورقة اللي كتبت عليها الكلمات وبنحاول نفهم ونطلع بجملة مفيدة لحد ما قطع صمتنا راني التليفون مكتب مسعد فرفع السماعة بتاعت التليفون على ودنه وسواني ولقيته بيقوم من مكتبه وهو بيسأل بطريقة جديدة كده شغلته إيه الراجل ده؟ كان واضح من تعبير وشه إن الرد اللي سمعه على سؤاله بيمسل أحباط وخيبة أمل قفل مسعد السكة وبصلي بيقسه وهو بيقول اللغز كمل إيه؟ شغل مسعد جاكت بدلته من على الشماعة جنبه وهو بيقول دكتور في قسم العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة حفيته لقيته مقتول في قودة مكتبه والجزء العلوي من الجمجمة متشال والمخ مفقود يلا معاها هنروح لمصرح الجريمة يلا لم اتحكتي بسرعة وحطيت الورقة اللي مكتوب عليها كلمات اللغز في جيبي قبل ما اتحرك وراه على عربية المدرية وصلنا لشقة الدكتور اللي كانت في حالة لا توحي إن حصلت جريمة في المكان ده كل حاجة في مكانها ومفيش حاجة مسروقة سبقتي مصعد لقودة مكتبه ودخلت أشوف الجزء وموقعها طبعا لحد ما هو يفهم من الظابط اللي كان موجود قبله وإيه اللي حصل مصرح الجريمة كان شبه اللي في الكتاب بالظبط الجزء على كرسي المكتب ومتوجهة قدام مكتبه على رجليه كان ألم شكله قيم جدا ملطخ بالدم ومن غير تحليل أكيد موجود كمان عرقه ودموعه عليه زي بقية الضحايا أما بالنسبة للراسه فكان الجزء العلوي متشال ومخه مفقود المنظر كان غير محتمل وبصراحة ما قدرتش أبصله كتير لفيت راسي عشان أشوف المكتبة اللي كانت الجزء متوجهة ليها كانت مكتبة كبيرة مليانة كتب كتير معظمة عن الهندسة وده بحكم إنه هو دكتور في كلية الهندسة لكن شد انتباهي في الرف الأول من المكتبة ميداليا دهبية كانت بين الكتب كانت محطوطة في علبة ستان فخمة ومكتوب عليها جائزة الدولة التقديرية فكرت وقتاني لو هنلاقي بقية اللغزي بقى هنلاقيه في الميداليا دي أطع تفكيري صوت مسعد وهو بيسألني إذا كنت لقيت حاجة فشورت له عليها عرفت منهم برا أن الضحايا اسمه أمجة سامي عنده خمسة وخمسين سنة دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة كان له مكانة مميزة بين الطلاب والدكاترة شاور على الميداليا المحطوطة وكمل وكسب جائزة الدولة التقديرية في الفنون سنة 2020 يعني كان عبقري اتنهد مسعد بضيء وهو بيبص للجسة وبعدين قال لي هروح أجيب جوانتي ونشوف بقية اللغز ده فين هنا أخلاص زهقت خرج بعديها وسواني ودخل وهو بيلبس جوانتي أبيض الداني واحد زيه ألبسه قبل ما يمدي إيده ويمسك الميداليا ولكن كانت المفاجأة إنه ملاقاش فيها حاجة فوض اللي لف فيها يمين وشمال لكن ما كانش فيه أي ورقة ولا أي حاجة مفيهاش حاجة يا كريم يعني هي مفيهاش حاجة أهو يا ابني قدامك مفيش حاجة لفيت بعدها للمكتابة ومديت إيدي مكان الميداليا على أمل إن أنا ألاقي حاجة كده برضو أي حاجة لها علاقة لكن ما كانش فيه حاجة رجع مصعد الميداليا مكانها وهو بيسألني هم لقوا فين ورقة اللغز دي في قصة الكتاب بالنسبة للعالم فلقوها في ملف البحث العلمي بتاعه وإحنا هنجيب البحث العلمي بتاع الدكتور ده منين بقى إن شاء الله سكت شوية وأنا بفكر في الحيرة اللي إحنا وقعنا فيها دي قبل ما أقوله طب هي مش ممكن تكون في رسالة الدكتوراه بتاعته أهم عمل ليه مصعد بصليب حماس وبدأنا ندور بعديها في المكتبة عن رسالة الدكتوراه ولقاها مصعد طلع كتاب من الكتب اللي كانوا موجودين في الرف الثالث مكتوب عليه رسالة الدكتوراه للدكتور أمجة سامي قالب فيها برضو لكن ما كانش فيه أي حاجة خات منه الكتاب وبدأت أدور بين صفحاته لكن مفيش حطيت الكتاب مكانه وأنا بقوله خلاص مش لقين حاجة إيه الحل إحنا دورنا في الأماكن المحتملة على حسب الكتاب ومش عارف ممكن ندور فين تاني ولكن ساعتها جيف بالي الكاتبة الأستاذة وسام فقولت له إحنا ممكن نكلم وسام أعتقد لو حد هيبقى عارف فين الورقة دي في أكيد هتكون هي ولا أنت شايف إيه اقتنع بكلامي وطلع موبايله واتصل بيها عدت ساعة ولقينة وسام على باب الشقة شاور مسعد للأمين اللي وقف جنب الباب إن هو يدخلها وتوتر والقلق كانوا محتلين تعبير وشها اتجهت بالراحة لحد قودة المكتب وهي بتبص بعنين مفتوحة لمسرح الجريمة الحد معنها وقعت على الجسة لفت وشها بسرعة جدا بشمئزاز عن الجسة فاعتذر مسعد سامحيني على الوضع اللي أنا جاي بك فيه بس إحنا محتاجين مسعدتك لا مفيش مشكلة محتاج مسعدتي في إيه زي ما حضرتك شايفة اللقاتل نفذ الجريمة الأخيرة الخبر كان صادم بالنسبة لوسام فلفت وشها بسرعة نحية جسد الدكتور وشورت عليه بمعنى يعني هو ده فمسعد هزر راسه بالموافقة قبل ما أعرفه على اسم الدكتور ومكانته العلمية لكن الغريب والشد انتباهي هو تغيير ملامحها بعد ما خلص مسعد كلامه كان تعبير الصدمة على وشها بيزيد وممزوج بالحيرة أكتر فسألتها أستاذ وسام حضرتك تعرفي الدكتور كان واضح عليها الخضة من سؤالي لكنها بسرعة مالكت نفسها وردت لا بشبه على الاسم بس جابتها ما كانتش مقنعة بالنسبة لي لكن ما حبيتش أركز معاها علشان ما تحسش بالتوتر أكتر وسبت مصعد يكمل كلامه معاها حضرتك زي ما انت شايفة كل حاجة هنا زي اللي في الكتاب الجثة والعضو المفقود والأداة الخاصة بالضحية الملطخة بدم وعرق ودموع الضحية واللي بالمناسبة أنا مش فاهم إيه السبب وراء الحركة دي رديت أنا بدلها على الجملة دي وقلت له أنا قريت الكتاب مرتين وعذريني لكن أنا برضو مش فاهم المعنى وراء الحركة بتاعت القاتل دي ردت هي وقالت هي مش أي أداة وخلاص هي الأداة اللي كانت بتساعدهم للتعبير عن موهبتهم زي الكاميرا للمصور وقفزات المصارعة للمصارع فرشة الرسم للرسامة الألة الكاتبة للكاتب وحزاء الجاري للعداء وأخيراً الألم الخاص بالدكتور أما بالنسبة ليه هو كان بيعمل كده فده لي معنى رمزي اللي هو التكريم للأداة دي الأداة اللي بتحمل دمهم وعرقهم ودمعهم علشان يوصلوا للنجاح اللي هم وصلوله واو أنا ما بسطلاش كده خالص والله أستاذ وسام اللي قاتل واضح أنه زاكي علشان يفهم وجهة نظر حضرتك دي ده ولا كأنه كان قاعد مع حضرتك ونت بتكتبي ده حكت بعد ما خلصت كلامي ولكن واضح أن اللي أنا قلته ما كانش مضحك بالنسبة لها بل بالعكس كان سبب في أن ملامح الألة تبان على وشها أكتر كنت على واشا كان أنا أسألها إذا كانت يعني أنا قلت حاجة دايقتها ولا أي حاجة لكن مصعد تدخل وسألها المهم دلوقتي حضرتك كمان كنت كاتبة في الكتاب عن جريمة قتل العالم أنهم لقوا الورقة بتاعة اللغز في البحث العلمي اللي كان بيعتبره أهم أعماله في حالتنا دي دلوقتي دورنا في الجائزة اللي خدها ورسلت الدكتورها لكن ما لايناش حاجة برأيك ممكن نلاقي الورقة دي فين بدأت وسام تلف في المكتب لحد ما وقفت قدام المكتبة دي أو هي بتدور بعنيها بين الكتب قبل ما تمدي إيديها بتردد واضح جدا نحيت كتاب من الكتب المرصوصة قدامها كان بعنوان العمارة الإسلامية بين القدم والحداثة للدكتور أمجة سامي طلعته وفتحته بالراحة وطلعت منه ورقة متوسطة الحجم ورفعتها قدام عنيها عنيها اللي كانت مصدومة من اللي شافاء قدامها وما كنتش فاهم سبب صدمتها وتوترها اللي بانوا عليها لما لقيت الورقة وبأيدي بتترعش مدت إيديها بالورقة المسعد علشان يشوفها واللي سألها عن الكتاب اللي في إيديها فقالت بصوت ضعيف جدا أفضل أعماله مش لازم تكون رسالة الدكتورة بتاعته ولا جايزة أخدها أفضل أعماله بالنسبة له هو العمل اللي هو شايف أنه أفضل أعماله خدت من مصعد الورقة وأنا بقرأ المكتوب فيها بصوت عالي مخلوق طلعت من جيبي الورقة اللي كان مكتوب فيها بقية الكلمات وحطتها على التربيزة صغيرة كده في المكتب وخدت ألم من مصعد وبدأ تكتب الكلمة الجديدة اللي لقناها وتحت أنظار مصعد وسام بدأت أحاول أرتبهم علشان يكونوا جملة مفيدة لحد ما توصلت الجملة أخيراً عرفتها أنا مخلوق من أعضاء بشرية موهوبة وده هو مين بقى إن شاء الله ردت وسام بنفس الصوت الضعيف فرانكشتاين خلست وسام كلمتها قبل ما يغم عليها فجأة في نص القوضة سبت اللي في إيدي بسرعة وأنا بس ندرسها قبل ما تغبط على الأرض ومصعد بيزعق في الناس اللي وقفين برا علشان حد يجي يساعدنا معرفش عدة قد إيه من الوقت عبال ما فائت وعرفنا نخرجها من قط المكتب وفتنا ومصعد قدامها وإحنا بنحاول نفهم منها إيه اللي خلاها يغم عليها بالشكل ده لحد ما فاجأة قالت أنا عرفة مين القاتل معرفناش نتمالك نفسنا ولا نتحكم في نبرة صوتنا وإحنا بنسألها مين القاتل مين سليم سليم ابني هو اللي نفذ الجرائم دي أستاذة وسام حضرتك مدركة خطورة اللي بتقوليه الدكتور اللي جوا ده هو الدكتور اللي بيدرسله في الجامعة ما كانش بيتكلم عن حاجة في الجامعة غير عنه وعن عبقريته والكتاب اللي كان فيه الورقة كان حكالي عنه قبل كده وعن قديه هو معجب بأفكار الدكتور اللي موجودة فيه أما بالنسبة للغز وحله فهو بس اللي يعرف اللغز ده ده كان هيبقى اللغز في الكتاب قبل ما غيره للغز بتاع القصة وده بسبب أني ما كنتش حابة كلمة فرانكشتاين وحسيت أني بقلت قصة فرانكشتاين لكن لكن سليم كانت عجباة الفكرة انفجرت بعضيها في العياط وأنا عقلي وما كانش مستوعب إزاي ابنها يعمل ده وليه قرر أنه ينفذ الجرائم اللي في رواية مامته دي حاجة بدينها قبل ما الدينه رفع مصعد اللاسلكي وطلب قوة تتحرك لبيت الأستاذة وسام علشان يقبضوا على سليم ابنها في مكتب المقدم مصعد الجمال كانت وسام قاعدة وابنها وأنا والظابط مصعد عملت كده ليه؟ بنبرة إصرار قررت وسام سؤالها تاني لابنها سليم اللي كان قاعد قدامها مواطي راسه وبيحاول يبعد عن نظرات اللوم اللي جاية من أمه عملت كده ليه رد علي؟ علشان عوادك رد سليم كان صدمة بالنسبة له سام تخيلت كل الردود أو الأسباب اللي ممكن توصله إنه يرتكب جرائم بشعة زي دي غير السبب اللي قاله وراحت أيلاله تعوضني عن إيه؟ تعوضني عن إيه وليه؟ رفع سليم أخيرا راسه وبصلها بعنين مليانين دموع وقال لها تعايز أعواضك عن الأيام اللي قدتيها معايا عشان تعبي ومرضي ونسيتي مستقبالك وشغلك وحبك للكتابة كنت بحاول أردلي جزء من التضحيات اللي قدمتها لي كنت عاوز أساعدك في إن كتابك ينجح ووقتها فكرت إنه لو نفست الجرائم اللي في الكتاب الكتاب هيتعرف أكتر ويخال الناس تعرفه وتنولي الشهرة اللي تستحقيها كنت عايز أبسطك وأوريك قد أنت كتابة عبقرية تقوم مضيع نفسك ومضيع مستقبلك وإيه زن بالناس اللي أنت أنهيت حياتهم دول كل ده علشان ترديني يا أخي أولى عنه لو كان ده العوض بالنسبالك معرفتش تتمالك نفسها وقعدت على الكرسي تاني انفجرت في العياط وهي بتلومه ليه؟ ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي تعمل في نفسك كده؟ أنا مش عايز أعوض ولا عايز أشهرة ولا أعرف أنا عايزاك أنت عايزاك أنت تبقى أحسن حد في الدنيا زاد غضبه من كلامها وقال وأنا مش عايز أكون أحسن حد في الدنيا أنا مش عايز حاجة من الدنيا دي أنا عايز أعيش إزاي عادي وأنا شايفك شايفك بتعاني علشان ترجعي لكاريرك في الكتابة وأنا شايفك بتعاني علشان تلاقي دار ناشر تقبل تنشر للكتاب من غير ما تحرف فيه ولا حاجة ولا تنسيبه الكاتب مشهورة كتر منك لو بعد كل المعاناة دي الكتاب ما حققش النجاح اللي أنت تستحقيه عايزاك أنت أشوف كل ده وأنا عارف أنه بسببي وبسبب السنين اللي ده يعتهالك وأنت بتحاول تعالجيني ما كانش قدامي حل غير إني أنفذ اللي في الكتاب فالناس كلها هتتحمس وتجيب الكتاب اللي جرائمه بتتحقق ويعرفوك ويعرفوا قد أنت كاتبة عظيمة زادته علية شهاقاته سام وهي بتسمع دافع ابنها اللي خلاه يبقى سفاح الدافع اللي تلخص في كلمة واحدة بس بالنسبة لها هي هي اللي كانت السبب أنه يقتل وينفذ الجرائم اللي كتبتها بأيديها قامت من قدامه بالراحة وخرجت من قط المكتب واستندقات سليم ليها وتوسلوا أنها تسامحوا اللي ما يعرفش أنها عمرها ما تدايقت من مرضه ولا حست أن عمرها ضاعف اهتمامها به لأنه طول عمره وهي شايفاة أنه أحسن ابن في الدنيا كانت شايفاة أنه أحسن أعمالها حتى بعد ارتكاب الجرائم الباشعة دي خرجت وسام من المكتب وقعدت على الكرسي لبرة تجاهت نحيتها ناومسعد وكانت في حالة من الصمت ولكن دموعها زي الشلال على وشها اتنحن حمسعد قبل ما يقول لها ما تيليش أنا مش هسيبه هحاول بمساعدة المحامي بتاعه أنه يتحول لمستشفى الأمراض النفسية رفعت رأسها ناحيته وهي بتشكره شكرا على تفهمك وأنا كتبت لحضرتك عنوان بيتنا القديم اللي دفن في الجنينة بتاعته أعضاء الضحايا بعد إذنك هزموس عدراسه بتفهم وسلم عليها ودخل المكتب علشان يتابع بقية الإجراءات عرضت عليها أوصلها لبيتها بما أنه مش هينفع تتحرك لوحدها وهي في الحالة دي يعني معرفش جزء ميني كان بيشفق عليها ومتعاطف معاها وجزء تاني كان عايز يفهم ليه ابنها عمل كده فوصلتها ركبت العربية وفتحت اللوكيشن بتاع البيت اللي هي ديتهولي وبدأت رحلة من الصمت الغير مريح لحد ما قف نص الطريق كده وهي رحت قررت أنها تكسر الصمت ده لما قالت سليم سليم ابني مش قاتل أنا عارفة أنه قتل وشوه ناس كتير لكن لكن هو مش شرير ما كنتش عارفة رد أقولي فضلت ساكت فضلت أن أنا أسكت يعني واسبها تتكلم برحطها سليم ما كانش طفل طبيعي اتولد معتل جسديا وقضى طفولته كلها بين المستشفيات والدكاترة لحد ما وصل لبداية سن المراقة وبدأ يتعافى من الأمراض اللي اتولد بيها دي لكن قدره ما كانش أنه يعيش طبيعي أبدا واتكتب له أن يكون مع بابا في العربية ويعملوا حدثة قدت لوفاة بابا قدام عينيه وهو برضو ما سلمش من الحدثة ورجعنا لمعاناتنا بين المستشفيات وتركيب شرايح ومصامير في جسمه علشان بس يعرف يتحرك بطريقة طبيعية وكأن صدمة موت بابا ما كانتش كفاية عليه سليم فقد النطق وعزل نفسه عن الناس تقريبا طول فترة مراقته وخلال الفترة دي كان في رحلة تانية مع دكاترة نفسيين لحد ما بدأ يتحسن ويتواصل معايا ومع الناس ولما كان في قولة جمعة كان الوقت فات أنه يكون أصدقاء خلصت كلامها وبدأت عاية تاني فمديت إيدي بسرعة وجبت لها منديل شكرتني وقالتلي أنت أكيد مش عايز تسمع كل ده أعذرني من فضلك أعذرني لا 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 أنا فاهم أكيد اتكلمي براحتك لو ده هيريح حضرتك شكرتني تاني ولفت وشها ناحية الشباك حاولت أمنع نفسي أن أنا أسألها لكن فشلت ما قدرتش أنا آسف على التطفل لكن ممكن أسأل حضرتك عن السبب اللي خلاه يعمل كل ده بدأت تحكي لي عن السبب من وجهة نظره اللي دفع أنه يرتكب الجرائم دي فإنه عمل ده كتعويض ليها واللي كان صدمة بالنسبة لي أني كنت بحاول أستوعب وجهة نظره ولكنه كان صعب علي أتقبل السبب اللي قاله ده فأحملت نفسي مقتنع لكنها قالت أستاذ كريم أنا عارفة أنه سبب مش منطقي أنا نفسي بواجه صعوبة أن أنا أفهمه طيب هو أنت حضرتك محستيش بحاجة الشهور اللي فاتت أثناء ما هو بيعمل اللي عمله ده لسه فاكرة أنه من ست شهور كان لسه الكتاب نازل في المكتبات من شهر تقريبا سليم دخل قطي فجأة وقرب مني وبس راسي وهو بيقول لي أنه هيعوضني عن كل السنين اللي عدت السنين اللي أنا كنت مشغولة فيها بيه وبمرضه لكني ما فهمتش قصده وخرج قبل ما فهم منه ومن بعد اللي حصل ده وهو بدأ يخرج أكتر من الأول وبدأ يصهر برة ويرجع البيت وش الفجر ولما كنت بسأله عن سبب خروجه الكتير وصهره برة كان رده أنه تعرف على شلة من الجامعة وبقى يخرج معاهم أنا وقتها كانت الفرحة مش سيعاني وبقول ابني أخيرا بقى له صحاب وبقى زي أي شاب في سنه طبعا مش محتاجة أوضح أني حرفيا سبت له الباب مفتوح كنتش بسأله بيروح فين ولا بيعمل إيه كان أوقات بيجي لي بهدوم ومتربة وكانت بتبقى حجته ساعتها أنه كان في حاج زكورة ولا كان بيلعب ورده ده كان كفيلي خليني مبسوطة وما فكرش ما فكرش الوهلة أنه ممكن يكون برة بيدفن أعضاء الناس اللي قتلهم الناس اللي قتلهم علشاني علشان شايف أنه كان عيبق علي محتاج يعوضني عنه كنتش عارف أقولي هو أساسا اللي ممكن يتقال يكون مناسب لموقف زي ده ملاقيتش حاجة غير أني أطمنها أن أنا هعمل كل ما بوسعي أنا ومسعد علشان نساعده في قضيته ومن حظي أننا كنا وصلنا لبيتها فسلمت عليها وأكدت لها تاني أن أنا مش هسيبه ويا سابتني ونزلت من العربية وراحت بيتها نزلت وسبتني غرقان في أفكاري هل الإنسان ممكن من حبه الأهل ويوصل أنه يرتكب كل الجرائم دي؟ هل حبه لأمه وإحساسه بأنه عاوز يعوضها عن تعبها معاه ممكن يبرر له القتل؟ أسئلة كتيرة كانت احتلت عقلي لكن الحاجة الوحيدة اللي ما كانش فيها شك هو حب سليم لأمه وعزمه على القتل بس علشان يساعد كتابها أنويتشير شيء نام أباينه هو غلطان وقاتل لكنه برضو بيحب والدته بشكل مردي وبس كده بهنا تكون انتهت القصة أتمنى تكون عجابتكم حلقة طويلة من حلقات قسم الأدلة الجنائية بشكره الأمين جدا عليها رغم محاولاتها المستميتة في أنها يدخل القصة مش طويلة قوي أنا بشكرها على ده وبشكر حضراتكم من أنت وصلتوا لحد هنا تمنى تكون الحلقة عجابتكم ويا ريت لو عجابتكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو أنتم مش مشتركين تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بصراح أنا في حاجة عايزة أقولها ومش قادر أن أنا أكتمها أكتر من كده أنا أثناء تسجيلي للحلقة دي بنص الحلقة بالزبط تفاجأت بانقطاع الوسائل للاتصال عن قطاع غزة وعن أحلنا هناك والإنترنت بالكامل اتقطع وكل الوسائل للاتصال اتقطعت ومش عايزة أقول تحاول لإبادة بس هو أصلا من بقدر يهو أباد إبادة فأنا مكنش قادر أكمل ومكنش عايزة أكمل الحلقة أصلا كنت هقفلها وكملها في أي وقت تاني بس أفتكرت أن احنا أصلا بقى أنا فترة طويلة جدا واحنا في الدوامة دي ومش عارفين نطلع منها ولكن دعواتنا دعواتنا ليهم وربنا يفك الحصار عنهم وربنا يورينا في ولاد الكلب دول حاجة ربنا يورينا فيهم آية من آياته أو معجزة من معجزاته يا رب ألطف بيهم ألطف بأهلنا في غزة ويا رب أنت الجبار والمنطقم بس شكرا جدا تقابل في حلقة جديدة وتصبحها الخير ترجمة نانسي قنقر